يعني خطة النقل ليش ما مشيت بلبنان وليش الخطة اللي نشغل عليها كتير من سنة 2002 وصلت لمجلس الوزراء أقرة وما مشيت يرأيك ليش؟ وين التوق؟ هلأ بشكل عام بس يكون في عنا أي خطة أو أي مشروع عم يطبقوا الكتاع العام أو قبل ما أوصل لكتاع عام بشكل عام أي مشروع عم يطبق نعم بيكون في حدا عنده مصلحة فيه يأما المستثمر عنده مصلحة يأما فيه المستثمر عنده مصلحته المستهلك عنده مصلحته هلأ بس نكون بحالة الكتاع الخاص المستهلك بيكون مثل مستهلك عند الكتاع العام بس الفرق اللي عم يقدم الخدمة بيهمه مصلحة المستهلك بقتل نكون عم نحكي بالكتاع الخاص لأنه بيجي هيدا المستهلك ما عجبه بيروح عند حدا تاني هلأ بس يكون في عنا احتكار لكتاع معين لعند الكتاع العام أولا الشخص اللي عم ينفذ التعليمات وعم يعمل التنفيذة بهذا المشروع هذا ما عنده مصلحة أنه يرد المستهلك ما عنده حافظ يعني ما عاشه رح يوصل إخر الشهر لشو ما صار فإذا بيكون فيه عنده محلات تانية الشخص اللي حطوا عنده يمكن مصلحة معينة وبيكون في حافظ كتير لأنه أولا يكون فيه توزيف عشوائي توزيف زايد عن النظام فهذا عن نية نحن بيكتعل يعني بهك دولة وبهك نظام صراحة تنويمة كان حدا الإنسان إنسان وما حطيته يعني مش أنه اللبناني هو إنسان مش منيح هو الإنسان وما كان بده يعمل مصلحته فبس تكون مصلحته يربح الانتخابات وبده يوزف عالم عشوائيا وهيدي نفس المشكلة يعني تنطبق على من ناحية عنا توزيف عشوائيا من ناحية تاني كمانة في عندي حافظ كتير كبير للسامسارات وللصفاءات اللي بده تصير هيده كله بالإضافة لأنه كل واحد بده ينظبط منطقته يعني مثلا بيصير كل واحد يشد إنه هيده المنطقة فيه أصوات أكتر لأليه هيده شد هنيك يركب المشروع بغض النظر إذا هو فعال ولا مش فعال ولا بيفيد الكل ولا ما بيفيد الكل ومنوصل لهيده النتيجة اللي بـ 98 صارت صارت إشه البسيط ونحط مبالغ عليهم وباخر تنهار صاروا يعني ما بيروحوا على الكسر بقى حتى حتى على الكسر مبالغهم بعد ما استفسرنا عنهم يعني حتى على الكسر ما بيروحوا كمان كان بسنة 2019 وعود ببساطة جديدة وخط نقل سريع بين بيروت والشمال والخطوط النقل كثير نحكي عنها حتى عملت ورش عمل يعني لكتار من المعنيين بهالقطالة يرسموا سياسات للنقل ويقدموا حلول للنقل كنا عم نحكي بعجلة السير اليوم تغير الموضوع صارنا عم نحكي بتوفير البنزين يعني اليوم المواطن اللبناني ما عم بيحكي بعجلة السير بده يوفر عجيبته بحال رفع الدعم تدريجيا على البنزين صرنا ما نستفد يعني وين الخطط النقل بتوفر عجيبت اللبناني كيف في وعود ببساطة جديدة بين بيروت والشمال وخط نقل سريع لجحش الدولة هكذا سموه بوقتها بال2019 طب يعني وعود وعود تقبنا كان قبل بس نحكي عنه بال2019 كتير شو؟ هل بالبساط ما بيمشي؟ أولا نحن ما معنى وقت يعني الرفع الدعم صار على البواب ما معنى وقت نفكر سبكة بساطة أو شبكة كتارات أو ترامواي بيروت بده يرجع لأنه هدولة كلها بده تشغل وبده تروح وبده تجي ليجان وتشيل وخصوصة بس يكون عمل يعني عبر الكتار العام بده ينعمل بده يشكلوا لجنة وهذا اللجنة بتشرف على لجنة من تحتها وأربع خمس لجنات الكرمال يعملوا بالآخر اجتماع يعني لخلصوا هال اجتماعات طبعه ومن بعد ما جبنا البساط بيكون اللبناني خسر كل شي ما وصار عم يحطوا حق بنزين يروح يجع شغله والمشكلة الأساسية أنه اللبناني ما عم يقدر يعني رح يواجه خطر أنه يخسر مدخوله هي أساسا اتكاله على السيارة الخاصة والسبب يعني خليه يتكال على السيارة الخاصة لأنه ما فيها نقل لأنه ما في نقل مشترك أبدا يعني نحنا قطعنا للمشترك أعطيك شوية هيك أرقام يمكن تستغربيها لأنهم بالأشرفية يعني ببيروت في سيارات كتير عمومة بيشتغل بس نحنا عنا بس تقريبا بال أربعين ألف نمرة حمرة بالدرج بسموها للنقل العام بس عم يشتغلوا كلهم حمرة سودة لا 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 عم يحكي هؤ دول الموجودين عالطريق عم يشتغلوا للنقل نعم فإذا نحنا بس نجي نطلع على عدد السيارات اللي بتفوت على بيروت كل يوم بيفوت على بيروت بين 500 وال 550 ألف سيارة على بيروت مما داخلها شرق غرب شرق وشمال وجنوب فبيكونوا هدول السيارات إذا بس بنحطهم يشتغلوا على مدخل بيروت ما بيكفوا ربع العدد المطلوب يعني إذا 500 ألف قسمناهم أربعة كرميل ما يطلعوا بسياراتهم ما بيكفوا ليوصلوا العالم على بيروت هاي إذا ما حسبنا الناس اللي بيقالب بيروت عم يسوقوا سياراتهم يعني واحد ساكن من الأشرفية برح بيشتغل الحمرة أو ساكن بال بالحق عالم رئيسة بيشتغل الأشرفية هدول ما حسبناهم نحنا بدنا ما بيكفوا لو شغلنا كل النمر الحمارة أو التاكيس ما بيكفوا ما بيكفوا بس لهدول ما بيكفوا هلأ المشكلة المشكلة إنه نحنا اليوم إذا جينا بدنا نجي نطرح لهدول الناس الحل أوكي ما بيكفوا هتلا نعمل أكتر نحنا عنا بيصير في مشكلة طبا هيدا الشخص شارع نمرتو على خمسين مليون ليرة مئة مليون ليرة حقه هلا يعني قبل شارع بخمسين مليون ليرة عم نحكي كانت دولار ألف وخمسة وهلا صار حقه أو عشرين مليون ليرة ثلاثين مليون ليرة إنه ليكسر فيه نمر كتير بالسوق ونمرتك بطل التسبب فوطناه بالحط للزلم وضرناه بمدخوله يعني مدخراته اللي يجمعها كبيرا اللي يشتر هيدا راحل فإذا الحل اللي بده بده يعالج بده ينوضع بده يلاحظ شغلتين وهلأ فيه شغلة تالت كمان بده يضيفه بده يلاحظ أولا إنه في عنا عدد كتير قليل نمر وتانيا بده يلاحظ إنه في عنا ما بدنا نقزي بده يواكب الموجود يكون حده مش إنه يقضي عليك بنفس الوقت لأنه هؤلاء جميعا اشتغلوا يعني كان عم يساعدونا كتير فليش بده نجي هلا نقزيهم وآخر نقطة بده يراعي موضوع التسعير لأنه نحنا اليوم سائق التاكسي إذا بده يزيد مدخوله ما عنده حل غير إنه يخفف جودة سائق السيرفيس إذا بردك أو التاكسي حتى إذا بده يمشي على القنون بده يخفف جودة الشغل يعني هو شو ما عمل حطي إنه تسعيره مفروض يأخذ هالقد هلا بيلتزموا ما بيلتزموا في قوانين بتمنعوا يأخذ أكتر من هالقد وكذا طيب نحنا اليوم إذا بده يطلع مصاري زيادة إجاء إجاء مصروف زيادة صار مجبور يأزل يخفف من من الجودة تبع خدمته يشتير يشتغل على سيارة مش منيحة يصير يزعبر يكسر كذا لحتى يقدر يغطي الفرق وهذا مش حق عليه هو وجبته يطعم عائلته الحق على إنه اللي عم يجبروا يعمل هدا الشي نعم يعني اليوم لازم يكون في خطط ما بتكلف مصاري ما في مصاري بتوفر عجيبة اللبناني لأنه البنزين ممكن يرفع الدعم عنه اللبناني ما بيقدر ما بيقدر خلينا نكون إيجابيين ما هو شي إيجابي عن فكرة بركي منصير منصير لأنه الدعم هو عبارة بركي سعر في حكومة وجينا أموال من برة وطبعا يعني دعم اجتماع الدول لدعم لبنان يشتغلوا يشتغلوا يحرروا الكطاعات يطوروا الاقتصاد وما نعوز الدعم بس إنه نظلنا نحنا عم نصرف من دولارات المديعين متل ما طيرنا أغلب بصريات المديعين بعد فيها شقفة الصغيرة بالليبناني لا في عنا الاحتياط الالزامة هي اللبناني الكرميل يسحبوا لبناني من السوق لأنه سعره صار كتير عالي صار كتير واطي نحنا بدل ما نجي نصرف دولارات المديعين أو احتياط الالزامة يعني آخر نصرة من دولارات المديعين بدل ما نصرفها على مشاريع دعم رح تقدى أنه هالبنزينيات يتهربوا لأنه طالما البنزين في لبنان أرخص من كل بلدين العالم رح يروح يتهرب دعم لازم ينشيل دعم لازم ينشيل هالكلمة طبعا قصة الدعم اليوم في النقابات هلأ نحنا الطرح الحاطين وبدو يفيد النقابات ما يدرأ هلأ النقابات طبعا تتواصل معنا ويكون عندها رأي بهالإطار لأنه هي ضد رفع الدعم ومبارح الأربعة نزلت على نقابات ضد رفع الدعم عن سيارات النمر العمومة منهم ضد رفع الدعم أبدا عن السيارات العادية يعني ما جيبوا سيارات جربات السوائين نقابات اليوم جربات يعني هي عن جد هي وراء عدم إقرار خطط نقل هي وراء توقيفها البصات هرايانة لدرجة بطلت موجودة هي عم بتعيق كل حلول بقطاع النقل خلينا خلينا بس لفتلي نظري شغلي استاذ حطوم كان عم يحكي عن دعم السيارات لأنه هيدا الطرح عم ينطرح هلأ وهيدا مطلب النقابات يعني كونك عم تحكي هلأ بالنقابات فأساسي نوضحها مشكلتنا نحنا أنه ما في عدد سيارات كيف نحنا اليوم إذا مندعم النقابات ما رح تحل مشكلة عدد السيارات يعني نحنا لأ لأ بس بدي أخد ثانية شزعا الموضوع ووضح لك المشكلة الأساسية بالقطاع النقل مش أنه اللبناني بابازي ما بده سيارة ما بده يطلع بالتاكسي اللبناني بس يسافر بيطلع بالتاكسي بره بس بره بيوقف في تاكسي أو في باس إذا الباس بيكون نضيف يعني وإذا في أمكان تنطرم إحنا ما عنا شي بكفه مش مشكل في أمكان ينطروا الباسات بس ما بيمشوا عليها الباسات لأنه شفار الباس ما عنده حفز يقف عليه هون رح قلك المشكلة اليوم منطلع أنه لأن ما عنا كطاعنا العام اللبناني اتجه يجيب سياراته الخاصة لأن اللبناني صار يتجه يجيب سياراته الخاصة صارت أكتر وأكتر العالم تروح بهذا الاتجاه لأنه شايفته أريح ويقعد المحلات أوفر على فكرة وبالآخر صار العالم تخف من ميت بالروح على الكطاع العام وتروح على تمتلك سيارتها الخاصة فصار الكطاع العام يدهور صارنا بحلقة مفرغة كطاعنا للعام عم يدهور عم نحكي على السعيل مدخول الفردة للسائقين والكطاع والسيارات عم تزيد وتزيد هلا الحال أنه نجي نقلبه بتبلش بأنه نسمح العدد يكون موجود بس بطريقة ما تخرب بيته لشوفر التاكسي أو للنمرة العمومة أو للي اشترى النمرة لأنه هيدا الزلمة اشترى عمل استثمار معين بظرفه معين بقوانين معينة ما اخكلها في القانون فلازم نحن ناخد عين الاعتبار لازم نأثر له نأثر على طريق كون حلول المتوفرة عندك جربات اليوم بالمعهد اللبناني لدرسات السوق عم تشتغلوا على خطة نقل قطاع خاص بتكون تسوقوها للمسؤولين اللي تاخدوا موفقات شو أبرز عنوين هالخطة أنا بعد ما شرحنا شو المشكلة وشفنا سببها الأساسي كان قلة العدد والتسعيرة من الدولة اللي حدتها يعني اللي خلت انه الشخص يبعد عن القطاع النقل المشترك وساعتها صار القطاع هيدا يضعف ويضعف أكتب ما بيمشي الحال أول شيء ما منلحي تاني شيء أصلا ما في مصار اللي ينجيبوا بسات يعني ما انه نرخص أول شيء والشباكة وبدأ محال وكمان موضوع البونات هو يا أما نحنا عم نجي نقل له يعني يا أما نحنا إذا كله مشي تمام ما منكون حلينا مشكلة العدد يعني هالعالم ما في تصف سيارتة بالبيت وتطلع بالتاكسي حتى لو صارت بألف لأنه بتحطي أربع أشخاص بالسيارة ما فيك تحطي سبع عشر عشرين شخص بالسيارة فهيدي المشكلة مما إلي وما إلي التاني ما عنده حافظ شوفير التاكسي يطلع على الشارع ينزل لأنه بيقلك بقوا بالبيت أنا وبيع البون طبعا وحتى لو قالوا ما من بيعوا غير لنمر بيعوا بالسيارة طبعا وبيطلع بيشفتهم هايدا فيه واحدة بتم بيع أصلا من المحلات فيك تستفضي مننا يعني وخلص بيمشي الحال بيبيعهم لجاره وخلي جاره يروح لشغله بيعملوا شوي سعر يعني بينزلوا عن سعر السوق بينزلوا شيء عشر تاليف ليرة جاره بيمبسط هو بيمبسط وبنقض بلا سيارات فالحل هو بدنا نطلع له الأول شغلة نلغي الحد الأقصى للسيارات العمو هلا هيدا بنقز أول شو اسمه شو يعني نلغي نلغي يعني هلا في نحنا عنا إنون بلا شهيدة بسنة 53 بيحط عدد أقصى لنمر سيارات العمو هلا إذا بكتش النمر ما فيك يعني إذا قررنا نحنا نجيب مثلا عشر سيارات نوزع كرميل العالم ما فينا نروح نجيب النمر أو إذا قررنا نشتغل عليه ما فينا نشتغل عليه لأن في عندك سقف لعدد النمر وحتى نطرح من فترة 2019 نعم يحطوا عدد أقصى يعني يزيدوا يشيلوا العدد الأقصى كليا يعني يبطل في عدد أقصى ساعتها بيصير في عنا إمكانية للأشخاص اللي حبين يشتغلوا تاكسي يلبوا حيش تسو هلا هاي بتطرح هاي دي كرميل ما تأزي سائق التاكسي بدنا ننزل دفعة من الأرقام عبر سائقين النمر العمومي بحد ذاتهم بنعمل نمرة جديدة فئة جديدة بدلا النمرة هاي دي مثل ما هي مع كل حقوق نعمل فئة جديدة بلا ضمان فئة جديدة بلا ضمان بتجيها هاي دول الشوفير مشمت زيدوا أعباء على الدولة من ما اللي ما نزيد أعباء على الدولة تاني شي لنحافظ على قيمة اللوحة اللي عنده إيها التاكسي منوزعها عبر شوفير أول دفعة مننا بتنزل عبر سائقين نعطي كل سائق نمرة عمومة معه إيها كل مالك نعطيه نمرتين وبيضل بالتوازم معه فيه الشخص إذا ما بده بده يشتري يا أما بيشتري من سائق التاكسي يا بيشتريها من الدولة نعم هلا عند الدولة بده يكون رقمه بده نحط لها التسعيرة نحن هم مكترحين 100 مليون ليرة حق اللوحة الوحدة وبتتخفض تدريجيا لا تنترك مجال لسائق التاكسي إذا هو حابب يبيع النمرة اللي عطيه هالدولة الجديدة يقدر يبيعها بنفس الوقت هيك بيكون حميني له الكابيتال طبعي اللي هو أول شي يشتري وبنفس الوقت نحن حررنا القطاع من ناحية العدن هيدا نحن بيكون صار في عنا عدد كافي وهيدا العدد دغري بيقدر يلبس موجود على طرقات لبنان كلا لا لا هيدا العدد دغري حيصير موجود على الطريق خلال بس يطلع إنهم بينزله رح يروحوا يجيبوا الأرقام يخلل أسبوع واحد بس لي خلصوا اللوجستيا بيصير في عنا لوحات عمومية موجودة على الطريق تقدر تلب الطلب عند المستهلكين هلا لنحل مشكلة تانية نكون هون حللنا مشكلة العدد عنا مشكلة التسعير هيدا مشكلة التسعير لازم تنشال كليا لا لأن مش عدل حدا نشاري سيارة أولا بـ 30 ألف دولار أو 20 ألف دولار في سيارة بـ 20 ألف دولار تاكسي شاري سيارة بـ 20 ألف دولار ياخد نفس عن النقلة مثل اللي معه سيارة حقق 500 دولار ومكسرة وما بتضو و كاراسية مش منح عرفت كيف فأول شي اللي بصير في الحافظ ساك التاكسي إنه لأ خي ما زال أنا صار فيه أرباح بعل التسعيرة شوي بجيب خدمة أحسن للشخص بجيب سيارة ما بتدخن كتير بفيد البيئة طبعا هون إن احنا منكون وبنفس الوقت تركن له التسعيرة بيشوفها هو عادلة يعني مش منظبوط كل ما بدون يعلوا التسعيرة شوي يصير فيه مظاهرة طويلة عريضة وبعدين ما بنعرف قدية التسعيرة رح توصل ولا مرة بيبين على أي أساس عملوا هيدا التسعيرة مثلا يوم مشوار من منطقة من منطقة أقالة بي هيدا المشوار مش ضروري يكون مثله مثل المشوار من منطقة بي لسهل الدولة مسعرته نفس الشي طب هيدا بيكلفوا أكتر لسيك تاكسي ويمكن يكلفوا أقل يعني يمكن يقولك طب أنا طلع معي مثلا من هون من كنيسة السيدة لصوت لبنان بيطلع معي بألف ليرة مثلا شو هالمشكلة يعني هيك طالع أنا ولي بدوا يأخذ تلق تلاف أجباري ويمكن تقول له مثلا على الحمرة بدل ما قلتك أنا مش طالع لأني ما بتوفي معه تلق 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 تقول له خمس تلاف وهي عم تصير نوعا ما على الأرض بس نتركه يعملها بطريقة شرائية